بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الأحباء ورحبكم في هذا الجزء الخامس من شرح أكبر برنامج لإحصاء القرآن العظيم هذا البرنامج كما قلنا استغرق سنوات طويلة وأحب أن يستفيد منه الكثير من أحبتنا المهتمين بالقرآن الكريم لأن هذا البرنامج أيها الأحبة ليس خاصا بالإعجاز العددي ليس له علاقة أصلا بهذا الموضوع هو برنامج إحصائي تستطيع أن تستخدمه لاستنباط حقائق تتعلق بالإعجاز العددي تستطيع أن تستخدمه لاستنباط بعض الأحكام التجويد مثلا للبحث عن كلمات معينة للبحث عن مواضيع معينة البحث عن آيات تبدأ بكلمة معينة عبارات معينة كم تكررت تنسخ آية وتضعها في مكان معين يعني له استخدامات متعددة منها ما يتعلق بالإعجاز العددي وإلا هو برنامج عام له علاقة بالإحصاء الله تبارك وتعالى يقول وأحصى كل شيء عدده دعوني أيها الأحبة أدخل إلى البرنامج هذه وجهة البرنامج طبعا تأملنا على مدى الأجزاء الخمسة الماضية كيف أن هذا البرنامج يعمل بطريقة سلسة وسهلة واليوم أحب أن أتأمل معكم الحقيقة ميزة جديدة وهي كيف نبحث عن الكلمات التي تبدأ بحرف معين أو بأحرف معينة يعني مثلا أنا أضع هنا في مربع البحث إذا وضعت مثلا حرف الزال الزال أكتب بالعربي حرف الزال وضعته هنا أيها الأحبة هذا الحرف أريد أنا أن أحصي الكلمات التي تبدأ بحرف الزال في القرآن كله طبعا طبعا هنا أنا اخترت الرسم الأول أذكر أن هناك رسم عثماني الذي فيه الهمزة وعلامات التشكيل والمد وغير ذلك وفي رسم إملائي هو الحديث طبعا مخالف لرسم العثماني ولكن هو الرسم الأسهل بالنسبة للبحث يعني دعونا نستخدم الرسم الأول ولدينا هنا خيار إما عن نفس الواو العطف عن الكلمة التي بعدها أو ندمجها من هنا أيها الأحبة دعونا نستخدم فصل واو العطف هذا النظام الافتراضي للبرنامج نقول ابحث عن الكلمات التي تبدأ بحرف الزال هنا أيها الأحبة أول خيار هنا في هذه القائمة عندما نضغط يخرج لنا مجموعة من الكلمات هنا أحبتي في الله كما نرى أمامنا تبدأ بحرف الزال هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف الزال كما نرى أمامنا طبعا أحبتي في الله نستطيع أن نستخدم البرنامج للكلمات التي تنتهي بحرف معين أو تبدأ بحرف وتنتهي بحرف الكلمات التي عدد حروفها كذا مثلا عدد حروفها كذا يعني مثلا أنا أريد في القرآن أقوم بعرض كلمات القرآن ثم أختار الكلمات التي عدد حروفها سيعطيك هنا تدخل عدد حروفها مثلا عشرة أنا أريد كم كلمة في القرآن عدد وحروفها عشرة أضغط موافق أخرج لي خمسة عشر كلمة خمسة عشر كلمة واثنعشر نوعا وعدد حروفها مية وخمسين فليستجيبوا المستغفرين المستضعفين فسينفقونها اقترفتموها أنلزمكموها فأسقيناكموه المستقدمين المستكبرين إلى آخرين طبعا أيها الأحبة أنا الآن من هذه القائمة أستطيع أن أقوم بعمليات كثيرة جدا كما نرى أمامنا طبعا سنستعرضها واحدة واحدة فيما بعد إن شاء الله ولكن دعوني الآن أستخدم واجهة البرنامج أنا لدي هنا كل آية أستطيع أن أجد عدد كلماتها وعدد حروفها من هنا ورقم الآية واسم السورة التي فيها هذه الآية طيب على سبيل المثال أنا أريد آية مثلا آية الكرسي أنا طبعا من الصعب أن أجلس وأفتش آية آية هنا أن أبحث آية آية هكذا صعب هنا لدي الانتقال لآية هنا يعطيك قائمة بكل أسماء السور أن أعلم أن آية الكرسي موجودة في سورة البقرة ورقمها 255 255 هذه هنا على اليسار أنتقل إلى الآية رقم 255 ثم موافق يعرض لي آية الكرسي بين آيات القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طبعا هنا أيها الأحبة عرض لي البرنامج آية الكرسي طبعا هناك طريقة أخرى يعني أنا إذا أردت أن أبحث عن آية الكرسي ولا أعلم رقمها في القرآن ولكن أنا لدي مثلا أعلم كل الناس يعلمون أن آية الكرسي فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأنا يكفي أن أكتب الحي الحي القيوم هنا ثم أضغط انتر سيخرج لي كل الآيات التي فيها الحي القيوم هي آية آية في سورة البقرة هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم والآية الثانية هي الآية رقم 2 من سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلماتها 7 وحروفها 24 إذن أنا أختار هذه الآية إذا أردت أن أعرض ما قبلها وما بعدها أضغط هنا على عرض الآيات عرض الآيات هنا أيها الأحبة عندما أضغط يعرض لي البرنامج كل الآيات أستطيع أن أتنقل للآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية التي بعدها لا إكراها في الدين إذن أستطيع أن أتنقل بسهولة بين هذه الآيات طيب آية القرسي مثلا نريد أن نعلم بعض أسرارها هنا أستطيع أن أكبر كما تلاحظون أيها الأحبة أستطيع أن أكبر هنا الفراغ حتى أعرض الآية كاملة كما نرى أمامنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنا لدي هنا في البرنامج في البرنامج هنا أيها الأحبة لدي مربع الحروف عدد الحروف التي تحتويها هذه الآية الكريمة 23 حرفا وهذا له سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي فلذلك جاء عدد الحروف الأبجدية التي تركبت منها مساويا لعدد سنوات نزول القرآن أي 23 سبحان الله يعني هذا توافق عجيب والحروف هي الألف تكرر 35 مرة كما نرى عندما تضغط هنا يلول لك الحرف ثم ننتقل بالماوس أو بالأسهم لوحة مفاتيح اللام 25 الياء 17 الميم 17 الواو 16 الهاء 15 النون 8 العين 7 الفاء 5 السين 5 الزال 4 وهكذا كما نرى كلما ضغطنا على حرف مثلا الشين 3 يشفع بشيء شاء الراء 3 الأرض كرسيه الأرض الذلك 3 عنده يؤده أيديهم الحاء 2 الحي وحفظهما عفوا 3 الحاء هنا أنا عندي أحتاج إلى أن أرفع قليلا الحاء 3 الحي وحفظهما والحرف الثالث لم يلونه ويحيطون هنا بسبب أن نوع الخط الذي نستخدمه أيها الأحبة نوع الخط الخط العادي مثلا يمكن أن تستخدم الخط العادي لأن الخط العثماني أحيانا بعض الحروف لا يتم تلونه نستخدم الخط العادي من هنا نضغط نختار الخط العادي أو الخط العثماني لاحظوا يحيطون لا يستطيع البرنامج أن يلون الحاء لأن شكل رسمها مختلط بالياء أما إذا أردت أن يلوي لك الحروف حرفا حرفا تستخدم الخط العادي العادي هكذا إذن لدينا ثلاثة أحرف حاء الحرف الذي بعدها هو حرف بعد الحاء التاء ثلاثة أحرف أيضا تأخذه السماوات السماوات الظه اثنان حفظهما والعظيم الضاد اثنان الأرض الأرض الخاء اثنان تأخذه خلفهم الكاف واحد كرسي كرسي القاف واحد القيوم الطه واحد يحيطنا لاحظوا أن البرنامج رتب الأحرف حسب الأكثر فالأقل الأكثر فالأقل هكذا طيب أنا أريد أن أقوم ببحث على آية الكرسي يعني أريد أن أكتشف بعض أسرارها أيها الأحبة كل إنسان الله تبارك وتعالى أعطاه ميزات يعني دماغي أنا يعمل بطريقة تختلف عن دماغي كعن دماغ شخص آخر فقد يكشف الله سرًا من أسرار هذه الآية الحقيقة آية الكرسي قليلة أسرارها التي اكتشفت وهناك أسرار كثيرة أتمنى أن يحاول بعض الأحبة من لديهم شغف بلغة الأرقام ربما يعني يكشف الله على بعضهم بعض أسرار هذه الآية كيف نبحث في هذه الآية؟ دعوني هنا أكبر الشاشة فقط لكي يكون الكلام أوضح طبعا هنا أيها الأحبة أنا استطيع أن أبحث عن حروف معينة يعني مثلا أريد أن أبحث عن حروف القيوم يكفي أن أكتب ألف سأرفع هذا قليلا هنا واضح هنا دقيقوا في الشريط الأصفر هنا في الوسط كلما كتبت حرفا يقوم بكتابة تكراره وأعداده الأولي يعني 35 هو 7 في 5 اللام مثلا 25 مجموع 60 القاف مثلا أصبح 61 الياء أصبح 78 الواو 94 والميم يعني أصبح لدينا كلمة القيوم تكررت 100 وإدعاء حروف القيوم تكررت 100 وإدعاش مرة طيب حروف الحي مثلا الحي أيضا تكررت عفوا دعونا نقوم من جديد الحي الحي انظروا سهل جدا ثمن طيب حروف اسم الله الله مئة يعني من لطيفة أنا أعتبر هذه لطيفة يعني هذا كلام الله بنسبة 100 بالمئة تقريبا يعني يعني هنا ملاحظة أنا أول مرة أعلم هذا الأمر أيها الأحبة أول مرة أعلم هذا هذه الحقيقة أن آية الكرسي عدد حروف اسم الله ألف لام لامها كما نرى أنا في الشريط الأصفر في الوسط 25 35 35 25 25 15 ساوي 100 يعني كأن الله يريد أن يقول لك أيها المشكك هذا الكلام هو كلام الله الحق بنسبة 100 بالمئة طبعا ربما أريد أن أبحث عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محمد ميم دال مثلا أربعون أربعون أنا هذا الرقم له دلالة عندي أنه زمن بعثة النبي بعثة وعمره أربعون سنة طيب اسم محمد في آية الكرسي يتكرر هذه الحروف تتكرر أربعين مرة بعمر النبي وقت البعثة له دلالة ربما كثير يقول هذه المصادفة ولكن أنا أعتقد أنه لا مصادفة في كتاب الله تبارك وتعالى إذا بحثنا عن اسم أحمد مثلا أنا الآن عفويا يعني أبحث أمامكم نجد من أو خمسين ربما يكون هذا الرقم له دلالة أيضا تحتاج من يبحثها إذا بحثنا عن اسم الله لا إله إلا هو هذه العبارة كاملة الله لا إله إلا هو سبحان الله سبحان الله أنا والله أول مرة أكتشف هذا الأمر عباء حروف عبارة الله لا إله إلا هو سأنظر هل كتبتها صحيحة الله لا إله إلا هو 361 حرفا 19 في 19 هذه معجزة نكتشفها الآن لأول مرة أنا أول مرة أعلم هذه المعلومة لأن العدد 19 هو أول عدد صحيح نزل من القرآن في سورة مدثر الله تبارك وتعالى يقول عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب رسالة لأهل الكتاب كيف جاء عدد حروف الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو في آية الكرسي مساوية 19 في 19 بالضبط يعني كيف انضبطت أنا أعتقد وأجزن أن هذا الأمر ليس مصادف إنما هو بتقدير من العزيز الحكيم نتابع أيها الأحبة في لقاء قادم واستوى